اشتركوا في القناة اشمل خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين كما تم مناقشة تطورات الاوضاع والجهود الدولية الرامية الى تعزيز الامن والسلم والاستقرار في ليبيا والوصول الى حل سياسي للازمة الليبية بما يحفظ سيادة واستقلال البلاد ووقف التدخل في شؤونها الداخلية واجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق كما بحث الجانبان التطورات السياسية الراهنة في الوطن العربي والجهود التي تبذل لتعزيز وحدة الصف العربي ودفع مسيرة العمل العربي المشترك بالاضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حضر الاجتماع سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وسعادة السيد أحمد محمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية وحضرها من الجانب الليبي سعادة السيد أشرف محمد النائب مدير إدارة التعاون الدولي وسعادة السيد خليفة محمد أبو حرار القائم بعمال سفارة دولة ليبيا لدى مملكة البحرين والوفد المرافق لمعالي الوزيرة